موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن سلوك غريب صدر من تبون عند مصافحته لناصر بوريطة أثناء استقبال ضيوف القمة قدمت من قبل قراءة لتلك المصافحة التي بدت أكثر حميمية بين ناصر بوريطة رئيس الوفد المغربي في القمة العربية والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقد أبدت تلك الطريقة التي صافح بها تبون بوريطة أن تبون غير عدواني تجاه المغرب وأنه رجل يتجه نحو الحوار مع المغرب وهذا الذي ظهر مراراً وتكراراً وذكرناه في مدخلات سابقة أن تبون يقول للمغرب مرحبا بي نجلسوا للطاولة ونتحدثوا ولكن هذا خطاب رئاسي حتى في الحملة قال طلب الاعتذار ومش نعارفوهاش على خلق الحدود ولكن في مجمله والناس اللي يعرفوه عن قربه وجالسوه قبل ما يكون رئيس الرجل لم يكن عدواني تجاه المغرب بل أنه يفضل قنوات الحوار وعدم التصعيد ويتجه أنه يريد أن يعيد ما حدث من قبل في عهد شدني بن جديد والملك الحسن الثاني وأيضاً الملك السعودي فهد رحمهم الله جميعاً كان يريد يتجه أنه يصنع شيء من هذا القبيل غير أن العسكر رفضوا رفضاً قاطعاً وتوجهوا نحو التصعيد والدفع نحو الأزمة تبون بعد تلك المصافحة طبعاً لما يجي الضيف يجي داخل رحمهم يعلنوا اسمه بصوت مرتفع وهذا بروتوكول معمول به في السفارات في كل مكان ينطق اسمه وزير الخارجية كذا أنا رو عارف بأنه وزير الخارجية المغرب وأكيد يعرفه باش نقوله باللي ربما مع البلوش صافحه بترك الطريقة وبعد ذلك تفضلها أبداً هو عارفه وشكور ولكن بعد ما غادر هو مشاه أولاً ما وقفش معاه دار صورة هكذا تذكارية حركة توحي بأنها صورة تذكارية مثل ما دارها مع أمير قطر لي على كل حرة هو بالغ في الحفاوة به لأنه بالنسبة لي أمير قطر كأنه في رحلة إنقاذ القمة من هذه شبه المقاطعة الخليجية ولكن الأمر أنه بعد ما انطلق راح ناصر بوريتا شوفوا وش دهر عبد المجيب تبه زيدوا عاودوا شوفوا وتأكدوا مليه هذه الحركة أنا رحت زيدوا شوفوا وتأكدوا مليه هذه الحركة هل هي حركة عفوية هل هي متعمدة واصبقها بشوي نظراته إلى ناصر بوريتا وبعد ذلك عمل هذه الحركة يعني لو كان عملها بطريقة هكذا عفوية ممكن تكون عفوية أنا تحليلي أنها غير عفوية بل أنني أرسلتها إلى صديق هو طبيب نفساني متخصص في مثل هذه الأمور قال لي لا قال لي في الأول فرح به وكأنه انتبه لي شيء ودار تلك الحركة لعبر بأنه ذلك الفرح لازم له يمحيه كأنه خايف من مراقبة جهة معينة رايح بعد تعاتبه على ذلك الاستقبال هذا كلام واحد متخصص في مثل هذه الأمور وذكرنا في هذه الحالة بتلك الحركة اللي قال لهم تشت ماذا عن حفتر في ذراعيس ماذا عن حفتر في ذراعيس ماذا عن حفتر في ذراعيس ما عن شخص في الأمور أنا حفتر يتكلفوا ليبي تكلفوا به الليبيين أنا معني ويريد ترشح لرئاسيات تكشغله إلا كان قابلينه الليبيين تدلهم التهديدات تعود للجزائر تشرك تشرك روح روح يعني هذه الحركة رئيس الجمهورية عندما يقف في مكان يجب أن يحسب ألف حساب لكل شيء أي حركة بسيطة قد تقرأ قراءات كبيرة هذه الحركة نقوله ربما رهي عفويا هكذا ما الذي في أعمالها أنا بحفت أثناء استقباله للضيوف ما درهاش معه واحد آخر إلا ناصر بوريد إلا إذا كان فاتتني ما انتبهتش أنا حاولت نشوف الحالات الكل لم تحدث هذه الحركة وإذا كان هذه الحركة ديرها مع غيره الرجاء من المتابعين الكرام يزيدوا يبحثوا ويرسلونا حتى ننبهوا عليها مستقبل أنا فاتش ما وجد اللي وجد يبعث إذن هل هذه حركة لائقة في قمة تسمو فيها قمة لمس شمل العربي هذه القمة رافع النظام على أساس أنه يريد لمس شمل العرب ولمس شمل الفلسطينيين وأرى أرى وزيد شوي رح يقول لكنا لمس شمل العالم طلق لمس شمل الجزائريين لا يلم شمل حتى واحد جاء بعض الأشخاص يطايشوا في الخارج دخلهم وقال لك خلاص سكتوا على لمس شمل الجزائري ذلك لمس شمل العربي وكذا وكذا هذكروا كلامي جيد أنه بعد هذه حكاية لمس شمل العربي يقول خلاص لمنا شمل الفلسطينيين بلقاء محمود عباس ووش يسموها أهنية ذلك خلاص لنا لم نشمل العرب لما جبنا هذو ما حاضروا وتكلموا على لم نشمل العرب رغم أنه زعماء كثير أكثر من النص ما حاضروش القمم على مستوى الرؤساء والملوك رأي تقاص بدرجة مشاركة الملوك وليس والرؤساء وليست بدرجة الوزراء هكذا تقاص لأنه مش اجتماع وزاري هذا اجتماع على مستوى الزعماء من المفروض هكذا المعيار هو حضورهم بغض النظر عن الأسباب بغض النظر عن الأسباب التي يسوق لها لكن حقيقة لا توجد دولة قاطعة لأنها ما كانش أزمة ما بين الدول ما كانش أزمة ما بين الدول ولا في بيت الجامعة العربية هناك أزمات خارج بيت الجامعة العربية والأزمة الوحيدة اللي فيها قطع العلاقات بهذه الطريقة هي بين الجزائر والمغرب أما النظام السوري هناك موقف على جرائم البلد رهي محتلة من طرف ميليشيات إيرانية وغيرها ليبيا رهي تتخبط أيضا وفيها حتى تواجد أجنبي وما إلى ذلك من هذه الأمور خلينا اليمن حاضرين انت اليمن رغم أنه البلد تعيش حرب أهلية بسبب ميليشيات الحوث الإرهابية لبنان هو متاخذ الرئيس هو مجاش قال لك انتهت وليته وأصلا الحكومة حضر رئيس الحكومة اللي هو أصلا حتى الحكومة انتهت ولايتها خلاص ورغم ذلك حضره طبعا راه يبحث على صفاقاته المهم هذه الحركة يا جماعة واحدة صافحه تبتسمله وبعد ذلك يغادر تنظر له هذه النظرة اللي واضحة فيها شيء ما ثم بعد ذلك تطلق تلك التسفيرة وأمام كل الكاميرات إما أنه سلوك تعرئيس ما هوش في كامل قواه العقلية ولا يدري ماذا يفعل أو أنه ما زال يحسب في روحه لما كما كان في وزير ويحبو عند بوتفليقة ويمرد عند بوتفليقة ولا راه ما زال يتردد على مقر الشروق وعلى ثم من الصباح العشرية حتى يقلق منه الجماعة تعالى الشروق يقولوا ياريت يغادرنا والله هذا هذا شيء غريب هذا هذه حركة غير مقبولة حتى لو كانت عفوية ما كانش الأمور في هذه الاستقبالات الرسمية مجال للعفويات كل حركة تقرأ يحط يده ويزيد فيها ويده أخرى تقرأ هذه هي الدول لكن الجزائر لو كان الجزائر معناها الدول تحسب إلى مواقفها رأوا اليوم اللي يحذر من الفيسبوك جانا من بلاد متحم بناشر رأي أمريكا لأنه كان يقصد المريكان إلا إذا كان يحسب في الفيسبوك عن مخزن المغربي كما يقولوا رأي رأي حدثت أزمة دبلوماسية ولكن والله ما على بالهم بيهم أصلا بل حتى جمعت الفيسبوك استقبلهم في الرئاسة فيما بعد المهم أنا في نظري أن هذا السلوك سلوك غير أخلاقي سلوك غير دبلوماسي سلوك يتنافى مع البروتوكول الذي يجب أن يكون لا يليق رئيس جمهورية يطلق هذه التصفيرة وهذه الحركة وهو يستقبل وزير خارجي الدولة عند الجزائر عندها أزمة مع هذه الدولة هذه الحقيقة المغرب ما عندهش أزمة مع الجزائر لهذه اللحظة الجزائر اللي عندها أزمة مع المغرب وراهي تصعد فيها أنا لا مبرر لها حتى لو كان يجي يقول لك راهي عنده ممكن كلا الحم ولا فطر بسردوه كل حاجة كما هكذا وقعد له أنا دائما تبعت تبون أنا عمري ما شفت أطلق هذه الحركة إلا إذا كان أطلقها وفتتني إلا إذا أطلقها وما انتبهت لهاش يعني على حسب متابعتي ما شفت هاش الحركة هذه أطلقها بالضبط مع ناصر بوريتا ما الذي تعلي أنا في نظري اللحظة الأولى لما استقبلوا بتلك الطريقة وكذا 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 تبون في حرج كبير تبون لا يملك سلطة قرار نفسه الحركات اللي دارها توحي على أن الرجل ما يريد أن يغضى بطرف معين وليست لديه مشكلة مع المغرب هذا هي الحقيقة إلا إذا كان الرجل يخبط أنت من قبل تقول إذا نحن معنا حتى مشكلة مع المغرب إذا عنده مشكلة معنا يتفضل نجلس على طاولة الحوار هكذا يقول تبون ولكن الرجل يتصرف وخايف من شيء ما خاصة الشنجريحة رهج يحضر ومدرج ليه ثم رهو متربع ثم يعني من يكون الشنجريحة حتى يحضر إلى قمة عربية لو كان عضو في الحكومة ممكن الرجل لا عضو في الحكومة ولا وزير دفاع ولا نائب وزير دفاع ولا أي شيء الرجل يسموه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ما عندوش الحق حتى يجمع مداراء الإدارات في وزارة الدفاع نعم ما عندوش الحق يجي يحضر قمة العربية لابس بذلة وهكذا ويتصرف بتلك الطريقة كأنه الحاكم الفعل للبلاد هذا هو ما يحدثش اجتماع يديره تابون إلا ويحضر له يقول له وش معناه هذه بغرض النظر عن نوايا ممكن راه يحب الزرد ويحب يحضر ويحب يظهر في التلفزيون وكثير من الجنرالات اللي يحبوا هكذا وعندهم سلط القرار يحبوا هذه الأمور ما عليش نقوله هكذا ولكن هذا ما ماهيش في يده راهي كين جهة بروتوكولية كين جهة تريد أن توجه رسائل من هذه الأمور بحضور شنجريحة ولا بغير شنجريحة ماذا ستسوق للعالم ماذا ستسوق لأنه تسوق بأنه نظام يحكمه رئيس الأركان لأنه حضور رئيس الأركان في قمة عربية ولا واحد جاب معاه رئيس أركان جيشو ولا وزير دفاعه ممكن راه يجابوا معاه مسؤولي العسكريين ممكن يستقبلهم عيطلو ولكن ما كانش حتى تكون بلد منظم أنت بلد منظم في إطار ترتيب أب جديلي لاستقبال هذه القمة وترتيبها ليست القمة ملك الجزائر القمة ملك الجامعة العربية ومن حق الجزائر ممكن أن تدعو بعض الضيوف ولكن يجي الإعلام لحظة وصول سعيد شينغريحة وهاكم تشوفوا فيه كيف شدخل ثم بعد ذلك نعود إلى تلك الحركة أنا قلت لكم معناها أنه تبون سلوك هذا يوحي على أنه لحظة لغادر افطن الروح تكاكر الروح الغلطة اللي درتها لأنه تبون فيه شوي العفوية أنت الشياب والعجايز هذه الحقيقة الناس اللي عرفوها من قرب يعني الحقيقة من الأمانة وسهل لذلك أنا تحدثت لكم في مداخلها سابقة قلت لكم أنه هذا هو السبب اللي خلاهم يعملوا باش ما يحضرش محمد سلس لأنه قادر تبون يدير يعلن ثم عودة العلاقات ويحطهم في موقف حرج جدا المهم إذن اختصارا لما قلنا إخواني الكرام أنه هذه الحركة اللي قام بها تبون زيد عودوها وشوفوها مع الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون تبون بكل المعايير غير أخلاقية وغير مقبولة وتوحي إلى أن هناك تذبذب أنت يتبون في هذه اللحظة رأيك رئيس دولة هذه الدولة تستقبل زعاماء عرب ووفود عربية من أجل قمة تابعة للجامعة العربية التزام تجاه الجامعة العربية وأي حركة تصدر من رئيس أو وزير أو شيء فهي إساءة أولا وقبل كل شيء لجامعة الدول العربية هذه أنا حقيقة لما أرسلها لي البارحة ليلا ما تعجبت وإن كنت دائما أتوقع من تبون كل شيء تبون اللي هدر على جورج واشنطن أعطاء الكوابس للأمير عبدالقادر والأمير عبدالقادر زاد بعد وفاته ما متوقع منه كل شيء اللي قالت شك يا وعدي وزاد عاود واحدة المرة أكل كلمة اللي لا تقال فيها تطاول على الذات الإلهية حتى البعض قال لي لا وقال استغفر الله العظيم لا أنت في حوار تيفيزيوني تدخل الأسر الجزائرية الجميع يشاهدك وليست ملزما أن تعيد كلام ساقط بهذه الطريقة أنا أعتقد بأن هذه اللقطة وهذه الحركة هي حركة ساقطة بإمتياز وكشفت الكثير من النقاط وأن هذا النظام الذي يريد الآن أن يسوق إلى بضاعة أخرى على أساس أن المغرب فوت فرصة مصالحة وحلحلة الأزمة ما بين الجزائر والمغرب وهي أزمة نظام جزائري تجاه المغرب أعتقد بأنها سقطت في الحذير عندما يشاهد الآن العالم العربي والعالم الإسلامي رئيس جمهورية يتحدث يتصرف يتصرف بهذه الطريقة لحظة استقبال وزير خارجية على أرضه يعني المصافحة الوحيدة التي كنا تفائلنا بها واعطيناها بعد تفاؤلي فجأة ينهيها بهذه الحركة الغير مقبولة بغض النظر عن مبرراتها حتى تكون عفوية قلت لكم حتى تكون عفوية العفوية الأمور العفوية لا تقبل من طرف الرؤساء في مناسبات رسمية كل خطوة يحسب لها كل حركة يحسب لها لأن المسألة مسألة دولة واجهة دولة أكثر من هذا أنه في استقبال وزير خارجية دولة أخرى ورئيس وفد دولة الجزائر قاطعة معها العلاقات غالق الحدود غالق الأجواء هددتها كم من مرة ورفعت شعارات كثيرة وحشدت الجيش على الحدود وكانت تريد أن تذهب إلى حرب ما هو سبب هذه الحرب؟ لا شيء لهذه اللحظة لم يقدموا أي شيء أعتقد بأنه بدل أن هذا الرئيس فيها بثل هذه المناسبة يقول لهم تكون من بنود من بنود هذه القمة الأزمة بين الجزائر والمغرب والقدمة الأدلة التي تدين للمغرب على الأعمال العدائية اللي يقولون لها لا الجانب هذا كل ما تكلموش بل أنه حتى قضية الصحراء اللي كان يقول العمامرة بأنه هذه القمة ستكون قمة التضامن مع فلسطين والصحراء الغربية هكذا قالها حتى الصحراء لم يذكرها تبون في خطابه ولا قرب لها شفته شفته هذا النظام اللي حاب شوه حاب يدير قمة بشار الأسد في شن حاب يجيب يدير قمة من أجل يدخل البوليزاريو للقمة في شن حاب أيضا يدير قمة بلا المغرب في شن بل أنه ناصر بوريطة في عمق الدولة الجزائرية يفضحه ويكفي أنه تبون في هذه الحركة يفضح نفسه يفضح نظامه يفضح هذه الدولة وتتصرف بطريقة للأسف لصار نظام هذه الدولة يعني صبياني إلى أبعد الحدود وثم بعد ذلك أرادوها قمة أيضا أنه تحضرها إيران كضيف شرف وفشل أرادوا أيضا ألا تتم إدانة إيران وراهم فشلوا وكل ما راهن عليه فشلوا وفي النهاية وصلنا إلى درجة مثل هذه الحركة التي لا يمكن أن تستر من طرف رئيس دولة ولا حتى من بواب في وزارة عند المناسبات الرسمية هذه هي الحقيقة وهذا هو مستوى الجزائر في إدارة الصراعات مع الدول الدول تكون راقية في إدارة صراعاتها ولذلك لا عجب عندما نشوف الإعلام الجزائري يصل إلى درجة الانحطات ويعتمد على المترضية والنطيحة في مواجهة المغرب الذي يزعمون بأنه عدو كلاسيكي عندما توصل الأمور للأخلاق والأعراض فلا عجب عندما يظهر رئيسهم بمثل هذه الحركات فالقادم أسوأ بكثير في دولة للأسف كانت لها قيمة وأصبحت الآن بلا أي مقاب نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله